السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مطبخ السبيل دائما مع الحلويات حلويات جزائرية تقليدية اليوم جبت لكم وصفة وصفة تقليدية جزائرية وهي تشارك العريان الوصفة صراحة هي تجيب اللوز انا عملتها بالكاوكا وهذاك اللي كنت بدلته بدوق اللوز عقدة بشتنقام شوية موان شاغل اللوز رغالي بثاف الوصفة كانو طلبوها بعض الاخوات اليوم رأني جبتها لكم الوصفة نتابع الوصفة ومتابع المقادر وطريقة التحضير وفرجة ممتعة حتى نحضر الشارك العريان نحتاج العجينة 250 قرم زوب بحرارة الغرفة 120 قرم سكر ناعم زوج بيضات نحتاج رشة على خمارة كيميائية ورشة على الملح نحتاج الفارينة والماء حشو نحتاج عبر ونصف ساعة الكاوكاو يمكننا عجب التحضير على طريقة ممتعة بحرارة كيميائية الوصفة نحتاج مبشور ليمونة وماء الزهر لحشو نحتاج صفار بيضاء وعلى التزيين نحتاج صفار بيضاء وليزامون ديفيلة تجمعون في توفيلة نضيف الزبدة نضيف السكر ناعم هذا مليح لتشارك العرية نضيف الزبدة مع السكر ناعم نضيف البيضاء الأولى نضيف الزبدة مع رشة الملح نضيف الزبدة مع رشة الملح نضيف الزبدة تدريجيا لا نضيف كمية كبيرة نضيف رشة الكامير الكيميائية ونضيف الزبدة رشة الملحة نضيف الزبدة مع رشة الملحة لا تستغناء عجل التمسك جيدا نضيف السكر نضيف السكر نضيف السكر نضيف السكر نضيف السكر كوكو اضع الصقر وضع الصقر حتى اضعي في الصقر ثم اضع الصقر نضيف الصقر نضيف الصقر نضيف الصقر لا توقف الصقر لا تقوم بمشارك يوجد الصقر السمك حوالي 5 ميلي متر قياس كعب بغزال استعملوا بالسكين فقط عملوا شكل متلت انا عملوا هكذا بشي جين حبكي فقط اضروا متواجدين ومشي تمن تحوم غالي بساف سوف نخدمه بالخدمة او بالجرارة نقوم بغزال نقوم بغزال نقوم بغزال والدورها على شكل كواص هذه هي بالنسبة للحبات نضيف برق الطبخ نضيف برق الطبخ نضيف بيض نضيف بيض و نضيف برق الطبخ نضيف برق الطبخ هذا هو تشارك العريان في الشكل النهائي هنا كين يحب يعمل السيكخ غلاس كلي ما يحبش هذا يبقى حسب الضوء نتمنى ان شاء الله الوصفة تعجبكم وتجربوها لا تنسوش تعملوا لايك لفيديو تبقى تجربوا فيديو عبر المواقع الاجتماعية حتى تعمل الفائدة اشتركوا وتفعلوا الجرس حتى يصلوا جديد القناتي في الاخير اشكركم على المتابعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته